قولها لو قولها لو مرحبا 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 سي رئيس ندريد الحمد صحيح لا غلط سوتي سوتي مجيش متاع رئيس سيذكر مرحبا مرحبا صعبة سميرة اشيح وعادلة مرحبا لم يتعرفون سمين مسكين مسابقا اجل احضر التنسي مرحبا الان . كشني الحكاية يا عدولة؟ مرحب بيكم en 마حبة و證πει أيضا أي ماذا الحكايات لتوب START . او كانت حكيك يقول كانت لا تمكن الساعة .. وأشني دابوزة ما صعف يا بركة احنا بقيتين بعض من فرنزيتو السرب لي هو دابوزة ما اقوله خليلي شوية و مش هنه يكمل الدابوزة خليلي بني شوية بي اه بشين الاموركم استيع سامير اللوت اعاد لك شين الامور استيعوينكم انتم هما سامير بان شوفوا فيه في في اي افم بديه مع شوفوك في افم كذلك في التاسع اه بعد شوية ع التدريب ولا كيفاش لي لي ما بعتش اما سنين بان انا قعدت ثمانية سنين بعيدت ع التدريب مشيت للتحليل عامنا ولي جاتني معناها امكانية اني ندرب الحمدلله وصدنا الاهداف انت تعرف انت انه في تونس اخوية معناها الظروف متع التدريب والظروف هذي كلها تعرفوها الكل مانيش مستعد باش نغامرنا باسمي مانيش مستعد باش ناخو العروض ملايش معناها العروض لاس ولاقل معناها رغم انه جاتني بعض معناها الامكانيات اني ندرب اسنا بدون ذكر اسمية الفراق ولكن لا فهم من البروجات لا فهم امكانيات لا فهم حدثي دونخ الخير اني نبذك هو تعود لنشوفوك انتو عادل عادل انتو ساميه كيف كيف تعود لنشوفوك في البلافيتونس في البلاتويت كيف كيف تدريب الاخريط والبلاسة اللوتفيرة اللي السنية عادل نسق في عادل لا ما نعطيه ما نبذك مش مشرطيه انه خلني بازلوك في نتفيه خبلاسة اللي يستحقها ولي يتعب عليها كل شي مربوط بالمكتوب كهو ممكن تجي ظروف تخلي سامير ما ما يتشجعش وكما قال انه بعد الاسم اللي عمله والصمعة كبيرة اللي عملها كمدرب وكانها بقبله كمدرب ما يمنجمش اخو ريسك في موقع في صدوب في الاجواء هذيه وبنسبة لي انا ما لحق ما كانت عندي تجربه في في الدولة القترية ووطفي يظل يكسوا احنا موجودين في الدولة مع الخور اي ووطفي احنا موجودين ونحن موجودين ناكيد الكمبيتونس تخليه يخو بلاسة معنا مش مشرطيه اناك اخرجنا او اخذ او البلاسة بالعكس يستاهل لطفي كل خير سنوطفى هايش انت يقال حضور من عادل وسمير في المشهد الرياضي في تونس تحكي على المستوى ليس سنوات القدوم التي تعديون انا كنت خارج تونس معنا وليس دائما في تونس لما حلم اما ت من hanagiمش يكون احذره برشه أو السنوطrece يتوجم الفتر التعداد كنت موجود في برشه في تونس ذلك كان فام وحضور اكثر برشه من الفتر القديم MERC سمير كيف في الاعلاقة بينياتكم انتصوروا في الدار الرياضيات التحليلية ودنيهاك والله اهي لا بالكل داخمر يستغربو الناس ساملًا يستغربو لنا نحكي وكانا على الكرة فى الدار كيفش؟ يستغربو الناس يستغربو لنا نحكي وكان sage dalla heure فى الدار لا لاشي Wiz Lim جامل لفي جامل advised في Plugin �ами ن이친aux نو مش بالوجينا لو اف comuns فالصالة لا أخر حاجة جامل ما نحكيه على الكرة صدقني من قبلترو عليش نقبله من قبله وبعض عرسنا كل واحد مشي على روحه ومعنى كل واحد دايه في في عائلته وفي دار وفي كذا حدا كيكون أقبله معنى فرد دار معنى الجامد الذي بيش نحكيه على كورة ونحكيه على ماتش وفير ماتش كهو فيها عليه سواه منكم هذا ولا لا لا أنا أنا صدقني ربما تستغرب في المعلومة هذية أنا في الانتغاج متاعي لكل سعي بارشة بيش نحكي على الكورة أقار في اللي بلاتون تلك تليفزيون والساعات اللي بلاتون بدافت من حبش نحك خرزت من خسمك تقول أنت بالضبط ساعات والله العظيم ساعات في بلاتون دمشيرو سيقوا قداموا عشنا للتاني ماذا بيا ما نمشيش هو سمير حتى كانت تذكر حتى ناس يستغربوا يقول لك يسخيبوا عنا مثلا في الدار تصور الكورة متاعنا احنا الدار الكورة معبية بتصورنا بالكورة واحد معنى شراء جملة قليل يمكن واحد ولده ولا بنته حب تصويره ولا أمه ولا أبو يقول لان حب تصويره متاعك مما ما تلقاش معنى قليل برشة هنا بالضبط ما عندي حتى تصويره في الدار إذا في الدار الويرد ولا الويرد الله يرحمه لذا ما عندي حتى تصويره وما عندي حتى ميداي وعندي حتى مريول القديم بتاع الكليو بردتاك كيف سنال دونك كاوس هيا شواء بنسبة لي هنا إلا كهوة تيوفى المارس مشعلها روحه وتيوفى بلاتو التحليل مشعلها روحه ربلا تمشي لجديد لأسفل الأقل كيف كيف عادوا لانتي زادة؟ كيف كيف تقريبا ممكن بارابورت ساميرو لوسي ممكن كلكم مايوة كسوفينير من الكاريير اللي يتعدى مازالوا موجودين سوفينير تاكوف ديموت مازال موجودة ومش هنا اللي حرصت لانه المدام وامي يرحمه قبل كنت ايلي حاصل تتعبر عليهم كنتو عاملين حلف قبل في الملعبة عادل ولا ايه؟ والله يشوف الحلف كايد الحلف يجيبت يصنع التاريخ ويصنع المجد الحلف مع عادل تاريخ يصنع الرجال مرحبا بل مينة في الحلاف اللي موجودة وكاون بي عليش سلوت في انت الوحيد اللي ما دربتش في تونس معنى اللي ما معنى مخدمتش في الافريقي معنى اينا مخدمتش في الافريقي ما بدلوت في وعا ما واتش الحق ما ما جاتش الفرصة وكيما قلت لك أنا ديما خارج تونس وما لا انا مشيت وراها الفرصة لك باش نحب الرين ندرب في الافريقي ولا ولا هي جات معنى باتبيعتها فهمت افريقي اقضى ندر افريقي شرف ليا كان نخدم فيه مهما كانت المنصب في النجم ناقضه لكن ما جاتش الفرصة لنخدم في ندر افريقي الاكثر اقل سامير حكينا على لطفي حاجة ما يعرفه مش العباد عليه كيما تقول كان يحكي فمش ترايف حاجة ما يعرفه مش العباد ولكن ما كان يحكي عادل عادة بوس الماء قال لي قال لي الاعباد اللي ما تعرفوش اللوط في معناه كان في نجم حق الوض الكرمب هل بتتعرفه هو الليل معلومة اي ومشيل المنتخب الأثار السر الوقت الجمال الامام وهي معبيد وشكري الواعد وغيرهم وهو في الكرمب شكينها في بورخيل يا عدو والي الصحبان ما بعد المشيل الاسبرانس رواه ولل ترجل بصدر في بارك اي هذي ما يعرفه ايش باش ناس مش ولل ترجل ملعب في ترجل إنه حديث يقلقه حذر يقول أكيد ذات كذلك مشهور للتراجي إنه حتهم عمريضة تقول لك عناش لعام سمير أما ترنيت عام ونص وقته خطر لاكنش ممنوع باش نلعب هو اللي صار إنه نجم حلقه كيرمه رفض أني نمشي للنادي الإفريقي وقتها وفي الفترة هذه كان لكنا نمشي من فريق للفريق الذين ترتاح عامين وقتها وفرض علي أن نمشي للتراجي للتونسي وكان ليرحمه الحاج على اليورق كان هو مسؤول في الانتدابات في التراجي هو اللي هزني للتراجي الى التونسي والحق عملت موسم ونصف مع أنت موسم نلعب فيه اوفيسيالمون ونصف واشتر موسم نترينا فيه مع مع الفريق الأول كنت عمري 16 سنة وقتها ونترينا مع مريلدو وطارق ذياب وخلق من يحق وأنا كنت صغير وبعد الموسم بعد ولا مع أنت مسموح لي باش نلعب ولعبت موسم أواست مع التراجي الى التونسي وقيت الباكين تاي سفرت بعد الباكين سفرت بغتها بغتها ومشيت البلجيكي عاد الفم تراصل بناتكم وتتشيروا في الامور انت بستراني جمعية ولا كسامير كيف تتشيروا في الامور هذي ولا ليه لا صراحكم مستحيل لا تأخذوا رأي بعضكم لطفي مستقبل قابس وخرجت من مستقبل قابس ومشيل حمام منلف كلمتوا بعد ماتش الربح متعركين يا اخي لا لا برشا يتغربوا من موضوعه ذاية على خطر انا شخصيا كان نشاورني على حمام من الفراني مش نقوله لا ما حكراه من نجل حمامة في طائبات الحقل فهمتني على خطر ما نحبوش معناها لقدرها تصير يتحملها أول مسؤولية تو فهمتها اللي انا بالنسبة لي انا مدرب متعكورة يلزم عنده ضمانات مادية وضمانات رياضية فهمتها دوك انا ذاك عليش انا عندي برانسيب الحياة نمشي بيه اذا كان انا انا نشوف مدرب يخدم جمعة وزمعتين وشهر وشهرين ما اللوم مش عالرئيس انا اللوم على المدربين والنظر اللوم على الناس اللي ترمي في الواحة وتحب تراني وفهمه مدربين انتيحوا في الاسوام وكسروا في السوق متاع الواحد بيش عاكين يباني بركة كل واحد وظروفه المادية وظروفه الرياضية من عرف شعالية ولكن التواصل مع لطفي حقيقة معناها التواصل معناها قليل معناها في الامور الرياضية هو حر كاريير ونجم يسترف كيف كيف عاد الانتزادة هو مش معناتها لما نخذوش نعطيه نعطيه رأي نعطيه رأي اختي اللي هو يطلب اما في مسألة انه شواء متاعه هو كارييره يحد المكان اللي ممكن العوامل اللي خلاته يقبل مستقبل جابس وانه يقبل حمام نلف ممكن اللي هو عوامل ايجابية ويدخل للسوق التولسي وهذا اللي حبالي مما كانت النتيجة اما انه نعطيه رأي ونقول له نحله مباريات ونقول له هذه وهذه صراحة بشكل صادق معاك معنا نصروفيل ما نتكلموش في تلكولاب الكل تقريبا وغير ماز هذا حتى كن حتى انا احكيت معاه في ماشي حمامنلف ذولي وقت البارح ولا البارح اللي قبلته معنا جوز بشن قلنه رو ربح تحفون وان شاء الله اللي جاي معنا يا ربي وفخة الرجال في وقت مهم جدا بالنسبة لي اللطفي وبصر النادي حمامناني وضد نادي من احسن الانديا في اللقاءات تكاور في البطولة هاي سلطفي هو صحيح تجربة نظرية حمامنلف تجربة صعبة برشا لانه كما قلت انا قبل قلت لو كنت في الاول مسار متاعي كمدرب كنت خاف منها برشا من اخوهاش الحق لكن تجارب لتعداون كل ما تتوقع كما قلت حداش سنائتها وتقريبا ان الراني سينيور في خارجونس صحيح الراني عشت تجارب نوعية مثلا اخذيت مرة نادي الشط الليبي في 2009 وقتها كان في مرتبة الاخيرة وعقبته الفيفا بستة نقاط وزدتها حكثر وفي الاخر ظروف خدمت انه منعها الفريق وقتها وكاننا في مرتبة العاشرة وكنا بعدنا على نفس الشيء عشتها في اهلي الخرطوم السوداني لونك التجارب القديمة خلتني اليوم بعد سنين من تدريب توا تخليني ما تخوفتني ايش بارشا تجرب نظرية حمامنلف كقدمت بعد اسبوع تقريبا فهمتني النجم نعم الحاجة بركنتر في مستقبل جبس كقدمت بعد اسبوعين تقريبا ثلاثة بيها خفت حقا عرفت اللي الظروف المحيطة بالفريق لا تسمح ليش انا كشخص بشي نجح معنا ورح حتيكم السحة سامير وعادنا خليكم كانت حب اضافة لكم نبدأ بيك عادل والله ان شاء الله سعى نسألنا الكيرك اللي كنتي توفيق نتمنى اللطسي اخوه ان شاء الله ربي وفقه ربي نجحه يستهل كل خيره ان شاء الله ما ما يتشوكيش بالجو الحقيقي والاجواء الحقيقية ما يتشوكيش بالجواء اسألت وين القرى بداي يتعود هكا عنده فكرة لا ما زي ما تعود ما زي ما شايف شاي اخوية بونسوس بالنسبة لكم منتوما وان شاء الله ربي وفقكم وبالنسبة لطفي النداء ولا معناها راجاء من حباها حبا منلف المسؤولين المتاع وانو يقوم معه الى الى النهاية وان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله بالنجاح وان شاء الله حبا منلف تنجح على ايديه وتمنع من الضيح حتى وفما ثمانية فرق معني حتى وفما ثمانية اكيبات في السبع كل شيء ممكن كل شيء ممكن يتقنى على الروح وربيعينه ويتكروذني من الانطوغاج يشد الصحيح في ملاعبيته ويحميهم وان شاء الله بالتوفيق ونجاح نهاية زون ميكس قبل ما نختم نعطيك الكلمة السلوطفل وكانت تحب شكرا على استيقظة فضية وكنت سعيد بالتواجه كنت سعيد على المداخلة سامير وعادل مداخلة ممتازة نتمنى ان الراهم يرجع يدارب أحسكم المرات القليلة اللي حكيتوا فيهم في الكورة نتمنى ان الراهم يرجع ويرجعوا لميدان التمرين لانه حقيقا بقاطة نظرة على الخبرة نتمنى انهم كم لعبية ينجموا يعملوا وضافة كبيرة برشة على المستوى التدريبي الكورة التونسية سامير وعادل يجب ان يكونوا موش نرمال انه يكونوا مش موش موجودين على الساحة الرياضية ناشتين وفعالين ولو انه سامير قاعد يحل معنا في البلاتويات اي ممكن يؤثر اكثر لو كان يدخل الميدان كما كان قبل